طيب احنا هنروح بقى لموضوع تاني غريب ماشي؟ اللي عايز يرتبط في شهر 8 ياخد باله لان فيه كلام منتشر جدا على مواقع التواصل الاجتماعي عن الابراج وناس كتير جدا مؤمنة بالابراج وبتقول يا جماعة بلاش حد يرتبط في شهر 8 لان الشهر ده ايامه طاقتها تقيلة هو بصراحة ده متقيل وانا نفسي شهر اغسطس ده يخرج من بره الخريطة خلاص لان الحر فيه مش طبيعي فخلونا بقى نروح لتفاصيل اكتر من عالم الابراج دكتور احمد شاهين خبير الفلك والابراج ونعرف منه ايه قصة قصة الارتباط في شهر اغسطس ممنوع ليه صباح الورد يا دكتور صباح النور صباح النور عليك استاذ امهة وستاذ كريم وجميع مشاهدينكم الكرام طيب خلينا في البداية نقول هل اصلا معلومة انه ما ترتبطش في شهر اغسطس لانتاقته تقيلة ده صح ولا غلط ده صحيح في بعض اشهر السنة وخاصة شهر ثمانية كلام ده صحيح لكن ليه اسبابه مش اعتباطا شهر ثمانية رقم ثمانية في علم الطوالة والارقام يطلق عليه بيت الانتيس او الخوف او الهموم رقم ثمانية لما بحث بشخص انسان وانسانة او شابه وشابه او حتى في الشراقة او الصداقة او الزواج خلال الاسماء وتواريخ البلاد يطلع لرقم ثمانية ده يطلق عليه رقم الهم والخوف والمشاكل والهموم فبالتالي ما انصحش بهذا الارتباط خاصة اذا اتى هذا الشهر تمانية يعني رقم ثمانية وخاصة لما بيقرر رقم ثمانية يعني خاصة تمانية ثمانية 18V controversial 28V القام 8 بيقررر ده بيضاعف بالتحتراب في هذا الشهر خاصة الارتباط والاضي والأي علاقة فيها الشراقة الناس اللي ارتبطت والناس اللي انا نسمى هو لانه يلام لأنه ما تسألش يعني في مثل الناس الأفرحة في شهر أغسطس وخصوصاً إنه ده شهر السفر فبيبقوا عايزين سفرية الهانيمون بقى يعني تكون في أغسطس ففي ناس بتبقى متعمدة تعمل أفرحة في شهر أغسطس حتى الأفرح كمان لا عامة هو شهر تمانية فهو يحكم الأسد وده بوجي ناري من تلالاته الكبرياء وتنسل الإنجازات والصيادة إلى أسوق في بعض الهور الكبرياء الحتة اللي هو بيرطبطشي أو ما يعملشي أفرح دي بالنسبة مقاوية تختلف من جوجل بول بمعنى إن التحذير ليس 100% إلا لبعض الأبراض معينة اللي بيتصل بيها جوجل أسد أو اللي هو شهر تمانية طب إيه الأبراج التانية حضرتك كنت ذكرت إن في بعض الأبراج لا يفضل في وقت بعد الشهور عفواً ما يفضل ما يبقاش فيها ارتباط أي تاني غير أغسطس تمام إحنا عندنا شهر تمانية شهر 11 تمام لأن شهر 11 بيحكمه ما بين العقرب والقوس وفي تحذير جدا العقرب هو بركس قوس القمر الأمر بيته السرطان لما بيكون في العرب الوجه المقابل للأمر ولا يشترط ولا يعني ولا ينصح لأن الرجل اللي يدخل بالمرأة أو يتزوج يعني ليد الدبلة أو قد الكتاب أو زواد والقمر فيه وباله بمعنى أنه لا يكون في بيته لأن الأمر لما بيكون في العقرب يجلب الريرة والعدوانية والمشاكل طيب لو بدايت علاقة عاطفية أنه يعني نأجلها لو جت في شهر 11 أو 8 بالضبط كده وهذا يا أستاذة مها دافيت العلم الفلك إحنا بنقول إسأله مش هياخد منك سامة زائق علم ثلاث أحسن ما يحصل مشاكل وتدخلوا المحاكم طيب شهر نوفمبر شهر نوفمبر شهر 11 وشهر 8 وشهر إيه تاني شهر 11 وشهر 8 وشهر 3 خلي بالك بقى الكريم عشان لو حد جي يرتبط بيك في الشهر ده أقول له لو سبحت استنى شوية استنى عليها شوية لكن دي عملية دي نسبة مقاوية بمعنى التحذيرات بتبقى الموليد شهر 8 يعني التحذيرات دي شهر 8 عن مثل من أكثر الناس اللي تطالهم التحذيرات دي من نسبة 20% هم موليد شهر 8 اللي هم الأسد طيب من اللي بنسبة 95% أو 90% براجل عرفاء وجوزاء فهي إذن نسبة متفاودة وليست 100% طب يعني دلوقتي اللي ارتبط بقى خلاص في شهر 8 وحاجة زيباو اوه يعمل الارتبط ياخد حظر بمعنى ان هو هيلاقي نفسه عنده دافع للريرة والشك والعضوانية وان هو في حاجة بتزقه هو هيدي التواكب السواء مش حاجة قوله ده عشان نجوز في شهر 8 بس يعني اعتقد الأحاسيس دي موجودة عادي يعني لو جوزت في أي شهر يعني بيحصل الموضوع الغير والمشاكل ما هي بتحصل عادي بس حضرك ساعة مثلا بتبقى بتحذي لانت الصفة زي انت مش عارف في ايه صح انت فجأة فجأة مشاكل من لا شيء بيعمل من الحب عبا بيعمل في ايه كعالم فلك انا عند التفسير اللي هو الامر ساعة تبقى بالوبل او في شهر 8 او ارقامك او الزوجة او شريطة مع بعض مع تاريخ الميلاد في رقم 8 لما الرقم دوان او الشهر دوان كل سنة بيعدل الامر على هذا الشهر او هذا الشهر او هذا البول او يبقى في البيت بتاع الزوجة اللي هو بيت السابع بيحصل هذين احاديث انت مش عارف في بصدرها وبعدين دي احاديث وقتيا من حفظ الناس ان القمر بيقعد في كل بول يومين ونص لانه اقرب الافتات الى الارض فاحنا نعمل ايه رضا على صالح حضرتك اتنى اليومين دول نهدأ انزل يعني امشي من وشهر انزل اعود على القهوة اواشي لولدتي اعود على صحابي يعني ابعد عن وشهر خالص وها تبعد عني اليومين دول يعدوا بسلامة لا يعني معقولة اتنين لسه متجوزين يبعدوا عن بعض لا ده شوية يعني كم ساعة عمشي سبلال بيت ويمشي مش هيبعدوا ينزل السوق اه يعمل شوبنج يقول لانا ينزل ماشي ربقه شوية كبت يحاول يأخذوا على قد ما هي ضع اه نشكرك طبعا شكر جزير احمد شهين خبير الفلك والابراج